على بركة الله وبركة بسم الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى قيد وصحبه أجمعين إن شاء الله نعمل مشروب الهوهز المنعش طعمه حلوة قوي 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 شربته في الكافية عملته بالزبط النسخة التانية من الكافية بأسهل وأوفر طريقة إن شاء الله جرب بيها وهتعتمديها وعلى بركة الله هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المقادير والطريقة أول حاجة بيكون معي هنا مكعبات تلج ولازم تكون عندك مكعبات تلج عشان تأخذي الطعم بالزبط اللي بتشربه في الكافية معي هنا خمس وحدات من الهوهز اللي هو بالشوكولاتة وهي كيس من النسكة فيه اللي هو التلاتة في واحد لو مش متوفر عندك أو مش حابة تستخدميه خلاص بفيش أي مشكلة بس وابدي طعم سموكن شوية ودي برضو شوكولاتة اللي هي الفاستر دي اللي هي شبه الجيرسي بتاعت زمان لو حابة بضي فيها برضو تمام مش عايزة خلاص كوباية تلج كوباية لبن حليب سقع قوي والتلج وكمان معلقتين كبار من الايس كريم مش عايزة تضيف الايس كريم مفيش مشكلة بس هو بدي برضو طعم سموزي حلوة قوي هنجيب الخلاط بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحط فيه قلبة الايس كريم لو عندك معلقة واحدة تمام حتى ما عندي كيس خالص مش أي مشكلة برضو كمان كيس النسكة فيه كل حاجة من دول ليها طعم مميز بتخلي المشروب بتاعك أغنى وطعم أقوى بعد كده نزلت بقي قطع الهوز زي ما انتو شايفين كده ومكعبات التلج وكمان كوباية اللبن الحليب الكمية اللي انا عاملها هو هتعملي خمس وحدات من الهوز وكمان اضفت الشوكولاتة خمس الوحدات من الهوز دول هتضيف لهم كوبايتين من اللبن الحليب انا هنا اعملت اتنين ونص وحطيت كوباية حليب واحدة بعد كده بتضربهم كويس جدا 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 في الخلاط بالشكل اللي انتو شايفين وده بعدين ببقى معايا واحدة وز كده مقطعها على جنب عشان دي انا هزين بيها في الآخر وبجيب الشوك بتاعك بقى وتبداية تقولي بسم الله وتصبي زي ما انت شايفة كده عصير منعش قوي 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 حلو جدا 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 في حر صيف بجد طعمه مميز جدا عايز اقول لكم الفيديو ده متصور تقريبا من شهر لحد بقى ما ربنا اراض ونزل والشالمو بتاعك واشرابي احلى عصير يا رب يكون الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان كل جديد يوصلكم ان شاء الله جربوا المشروب ده بجد هتحسوا بنتعاش مش طبيعي وحالة سعادة كده حلوة قوي 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 ممكن كمان تزينوا الشوب بتاعكم من جوه بسوس شوكولاتة لكن ما كانش متوفر عندي ما منعناش اي حاجة وكملنا عملنا مع بعض قبل كده مخيته اللون بالنعناع وكمان مركز الكركة دي جربوه من شاء الله يعكبوكو والشربات شربات الوردة عملناه كمان يا جماعة ان شاء الله رب نتكتر افرحنا وافرحكم الصيف داخل بافرحه ونجحاته وكل حاجة حلوة فيه اعملوا الشربات في بيتكو هتوفره على نفسكو كتير قوي قوي جربوا كل اللي احنا عملناه وان شاء الله يعجبكم ما تنسوش تعياتها دعوة حلوة لنا بزار الغيب ولكم بالمثل استودعكم الله لازلاء تضيعوا دائعوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا